وفي شأن آخر أكد وزير الخارجية والهجرة وشؤون المصريين بالخارج بدر عبد العاطي تضامن مصر الكامل مع لبنان ورفضها لأي تهديدات تستهدف زعزعة استقرار لبنان أو سلامة شعبه وقلقها البال اقتريها التصعيد القائم بين حزب الله وإسرائيل وخلال اتصالين هاتفيين مع رئيس الحكومة اللبنانية نجيد ميقاتي ووزير خارجية لبنان عبدالله بوحبيب أحط وزير الخارجية المسؤولين اللبنانيين بالاتصالات التي تجريها مصر مع الأطراف المختلفة بهدف احتواء التصعيد الجاري والحيلولة دون انجراف المنطقة إلى حرب واسعة النقط نطاقة تهدد استقرار دولها وأمن شعوبها وتأكيد على ضرورة دعم الدولة اللبنانية والحفاظ على مصالح الشعب اللبناني في مواجهة التهديدات المحيطة به هذا وتم الاتفاق على مواصلة التشاور خلال المرحلة القادمة بهدف تنسيق الجهود لاحتواء التوتري والتصعيد